موسيقى يرى البعض حفلة تومورولاند الذي سيقام في الصيف دعوة إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي لأن لبنان يشارك مع إسرائيل وسبع دول أخرى في لقاء موسيقي متزامن بين جبيل وتل أبيب سوف يجري تبادل وقائه بين كل المدن المشاركة من خلال البث المباشر عبر شبكة الإنترنت نحن نفينا نفياً قاطعاً وجود أي بس بين لبنان وبين تل أبيب وهذا الموضوع نحن متدركينه قبل ما نعرف إذا بدك أنه سيكون هناك إسرائيل مشاركة بهذا الإيفانت هذه السنة لأنه نحن شفنا أنه مشاركة كانت سنة الماضية نحن تشارطنا على الشركة البلجيكية أنه نحن إذا كان فيه بالبلدان المشاركة إسرائيل نحن ما منريد يكون فيه لا بس من هون لإسرائيل ولا بس من إسرائيل لهون أنا ما بحق إلي أدخل به شغل تومورولاند جلوبل لأنه تومورولاند جلوبل مثل أي برند ومثل أي برند موجودة بلبنان وموجودة بغير دول عربية وموجودة كمانا بإسرائيل يعني اليوم نحن ما فينا كمانا نجي نعزل حالنا أوكي على الآخر إذا هن عندهم وجود أوكي كبرودكت إذا بدك أن ناخدوا لبرودكت إذا عندهم هن وجود بهذه الدولة مش يعني نحن ما بحق إلينا نشتغل مع دولة بلجيكية ونحن مع الدولة البلجيكية ومع الشركة البلجيكية بالإنون اللبناني نحن ما عنا مشاكل يرفض المنظم الحفل تهمة التطبيع ويؤكد أنه تواصل مع الشركة البلجيكية صاحبة الحقوق وطلب قطع البث في خلال الحفل بين جبيل وتل أبيب المنظمين عم بيقولوا أنه لا نحن قدرنا ننتزع من الشركة الدولية المنظمة أنه ما يعرض أنه يعني ما يتم عرض الاحتفال اللي عم بيصير بتل أبيب على شاشتنا بجبيل والعكس أصلا إذا هذا حصل إذا هذا حصل أولا الجريمة واقعة ثانيا آخر شيء هده هني عم بيعترفوا أنه شركة دولية هي المنظمة وبالتالي الخبر اللي بدي يطلع عنا للعالم والبث المباشر اللي بدي يطلع على العالم بده يخلق هيدا التشارك نحن لا نعترض على هيدا التشارك اللي هو الفيديوي بالصورة نحن نعترض على الفكرة من أساسها فلنتحد مع أرض الغد هذا هو شعار الحفل كما يظهر في الإعلان الترويجي فحتى لو قطع البث تبقى المشاركة تطبيعا ودعوة الاتحاد مرفوضة من كل لبناني يرى أن إسرائيل عدو يجب أن لا يكون جزءا من أرض الغد تبقى المشاركة تحرير sheep تبقى المشاركة وبر содержاءorrه شكرا